الحرب موسم للنزوح تشتد موجاتها على ساكن الحديدة لتلكي بهم خلف قطبان المجهول وعلى أرصفة التيه لا يعرفون أين سيبيتون ليلهم وما سيتناولونه على صحن إفطارهم محمود سعد نزح من تعز إلى الحديدة بعد أن هدت قذائف الميليشيا منزلة وقتلت ابنه البكر لتلحكه الحرب إلى الحديدة فيضطر مرة أخرى للنزوح إلى صنعاء يقول محمود إن كل ما يرجوه غرفة تسكن تحت سقفها أسرته ويخفي بين جدرانها أو جاعة كنا عامنا معانا نصف عمارة كذا وخاركتنا للحارة كذا حق يوم وروحنا لله حقنا عملت الدمانة كامل رابعني أسمع ابن الزغم اسمحات الأول البكر الله رحمه الله السلام على الصاروخ والله مع رجح التصورتين محمود ليس سوى واحد من مئات النازحين الذين شردتهم الحرب فصنعاء التي كانت ملاذهم الأخير وبعد أن أغلقت عدن أبوابها في وجوههم لم تكن أقل كسوة عليهم من مدينة الحديدة التي أحالتها الميليشيا إلى سجن كبير منذ دخول عناصرها إلى شوارع المدينة لم تفتح صنعاء لهم سوى أبواب بعض المدارس الحكومية ليضم الفصل الواحد أكثر من ثلاث أسر في ظل إهمال سلطة ميليشيا الحوثي التي ساهمت في فرض واقع جديد عليهم هنا في مدرسة أبو بكر في حي عصر بصنعاء يقفون في طوابير أطول من صبرهم على مر الحياة في انتظار الصرف وجبة واحدة مدتها إليهم بعض أياد المبادرات الشبابية وينتظرون على سكفا يمنع عن ظهورهم صياط الشمس يبدو أن الأيام القادمة لن تكون أكثر رأفة بهم إذ ستشهد ارتفاعا في أعداد النازحين إذا ما استمرت المعارك على شريط الساحل الغربي وصولا إلى مدينة الحديدة وعلى رغم ذلك لم تلتفت الحكومة إلى أوضاعهم حتى الآن باستثناء تصريح لرئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح أفصح فيه عن إعداد خطة شاملة لإغاثة مناطق الساحل الغربي ومحافظة الحديدة على وجه الخصوص